الزيارة الثانية أحبائي كانت للمطوبة مريم قديسة مريم العذراء وكان بعد ست شهور مكتوبة في الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة من الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف واسم العذراء مريم فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية فقال لها الملاك لا تخاف يا مريم لأنك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله وهو ذا لصبات نسيبتك هي أيضا حبلة بابن في شيخوختها وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرا لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله اسمع ردة فعل مريم غير عن زكريا فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن ليك قولك فمضى من عندها الملاك يا سلام يا سلام لا تخافي يا مريم لأنك قد وجدتي نعمة عند الله لاحظ هون التون بيختلف شوي هون الملاك عم بيكلمها باحترام بوقار لأن هذا يليق بمقام مريم أقدس إمرأة وأطهر إمرأة في الوجود ويكفي أن نقول حملت في بطنها المخلص ربنا يسوع المسيح له كل المجد فهي آمنت وصدقت وفعلا قالت ها أنا آمت الرب موسيقى اشتركوا في القناة